كيفية إظهار إلغاء قفل تأثير الانتقال على هاتف سامسونج أندرويد هي طريقة سهلة جدا يا أصدقائي تقوم أولا بالذهب والبحث على زر الطبط أو الإعدادات تدخل إليه بهذه الطريقة ثم بعد ذلك تبحث على خانة اسمها المقاييس الحيوية والحماية هذه قد عثرت عليها تدخل إليها بهذه الطريقة بعد ذلك تدخل إلى الثاني خانة وهي ضبط مزيد من المقاييس الحيوية تدخل عليها بهذه الطريقة ثم سوف تجد هنا إظهار إلغاء قفل تأثير الانتقال غير مفاعل أنت سوف تقوم بتفعيله بالضغط على هذا المكان هكذا كاميرايتم قد فعلته وأكيد تتم العملية بنجاح يا أحبائي هنا نصل لنهيتي هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك وأيضا للشراك بقناتنا فضلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة